الامر الاخر لتعليق بسيط هنا الان لماذا فعلا لماذا اليوم اليمنيون اكثر شوقا واكثر حماسا لثورة 26 سبتمبر منذ 62 الى اليوم 62 سنة معنى ان هناك قيل وربما قيلين قد انقرضوا يعني شاخوا فابتعدت المسافة ما بين القيل اليوم وما بين قيل الثورة ما بين الانطلاقة للأسف ايضا هناك اسباب اخرى تقصيرية سواء من الانظمة من المكونات من مناهج التعليم من من او طول العهد لنقول بالضبط فيما يتعلق بالتعريف بعظم الثورة 26 سبتمبر ولهذا اليوم القيل اليوم يشاهد كوارث الامامة يشاهدها عيانا اليوم بممارسة مليشيا الحوثي السلالية العنصرية الارهابية كان يسمع يوما ما عن الطبقية على سبيل المثال عن السلالية والعنصرية لا يتصور قيل اليوم ان هناك من سيأتي يتفاخر بنسبة وتفاخر الى اخره كون العنصرية من البوائد يعني من الشيء البائدة اليوم يشاهدها عيانا في ان المشرف يجب ان يكون من هذه السلالة والوزير يجب ان يكون من هذه السلالة والسيد فلان و الى اخره يعني تجد ان الامان يجد صورة فشاهدها يعني مشاهدة الان من الامان بالضبط من الماضي فرأى عظم الثورة 26 سبتمبر فاراد اليوم ان يحييها هذه النقطة السابقة النقطة الثانية لماذا الحوثي يستفز منها ايوة لماذا الحوثي اولا الحوثيون يشتغلون بمبدأ التقية والتسلل هذه منهجيتهم يعني لا يصدقون مطلقا ولا يؤمنون ولا يؤتمنون لا على دستور ولا على نظام مدني ولا على قيم ولا على اخلاق مطلقا ولهذا هم يبدأوا اولا بالتخدير من باب التقية لكن عندما بدأوا تمكنوا تماما بدأوا يكشروا عن انيابهم ضد ثورة 26 سبتمبر بوضوح الامر الثاني خوفهم ايضا كما ذكر الاستاذ احمد بان التذكر فقط لثورة 26 سبتمبر يحيي المقاومة ضدهم كونها قامت اولا ضدهم على الامامة على الامامة نعم وهم سلالتها والامر الاخر اهداف ثورة 26 سبتمبر جميعها تتناقض تناقض كل مع طبقية والسلالية والعنصرية مع ما يريده ما تريده هذه المليشية نعم يعني على سبيل المثال التحرر من الاستعباد التحرر من السلالية طبقية طبقية منظومة المساوى المساوى الانسجام مع الاقليم وبناء اواصر مع العالم مع الشعوب ومع العالم هذه كلها تتعارض مع ما يريده الحوثي لسببين السبب الاول لان الحوثي وسلالته ودوله السابقة لا تبني دول مطلقا الامر الثاني ايضا الخطورة وهذا اختم بها مهم نعم ان مليشية الحوثي الارهابية لم تعد امامية فقط هي نعم من سلالة الامامية وبالتالي لو كانت امامية فقط لكان الخطر اقل لكنها اليوم اصبحت خنجر مسموم وذراع من اذرع المشروع الفارسي وهنا خطورتها حتى هي نفسها تصف يعني تقول امامة دبل لا ليست امامة دبل بامداد خارجي فاعي اللي هو ايراني امامة دبل اوكي لكن هي اليوم مشروع لمشروع اقليم ادات لمشروع اقليم ادات لشروع اقليم ولهذا معلومة مهمة انهم صفوا كل من يريد الامامة فقط دون الارتباط بالمشروع ايراني صفوهم كلهم ويصفوا اعتباعا